اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واستفدوا من مجموعة من المزايا وعروض تخفيضية للمزيد من المعلومات دخلوا الموقع www.crediagricol.ma القرد فلاحي للمغرب التزام دائم اخوتي اخوتي الفلاحة كانت تعتبر البطاطا من الزراعات الأكثر احتياجا للبوتاسيوم والفوسفور وذلك من أجل ما صار التقني جيد وكانت احتاج زراعة البطاطاس في غالب الأحوال إلى تسميد زيادة على ما تستقيه من التربة لتلبية احتياجات غدائية إلى جانب الكمية المطلوبة فإن شكل السماد كيلعب دور مهم من أجل خدمة متلى للزراعة حسب أهداف الإنتاج الكيمية والنوعية المرغوب فيها الإشارة فإن المزاوجة ما بين بعض المضافات والسماد الأزوتي التقليدي قد يعود الضياع الممكن أثناء نطر السماد فبالنسبة الأسميدة الفوسفورية والبطاطاس وخوتيات الفلاحة فالبطاطا كتعتبر أكثر احتياجا للمواد هذه وذلك من أجل المرضودية والجودة وخاصة البوتاسيوم لأن التغذية الكافية من البوتاسيوم كتعمل على تحسين مقاومة الدرنات للأضرار وكتحد من الحساسية إلى الإسميرال الأنزيمي وتغير اللون إلى السواد بعد الطبخ كما أن تقلص من المحتوى دي السكريات البسيطة بالدرنات كيأثر على البطاطا ديانا وعلى طول الدورة الزراعية خوتيات الفلاحة فالتربة هي التي تموت الزراعة بأغلب ما تحتاج من العناصر غير أنه قد يكون من ضروري تسميد عند بداية الدورة من أجل معالج الضعف المبكير للمجموع الخضاري ولعدم قدرة وحينها على امتصاص الحاجات دياله من العناصر مباشرة من مخزون التربة وبحكم أن الحركة ديال الفوسفور والبوتاسيوم قليلة في التربة فالزيادة ديالهم ووقت الغرس قد يكون عنده فائدة على الرغم من قلة التجارب المرجعية في هذا الجانب خوتياتي الفلاحة راح كيتلاحظ على مختلف الأسمدة الفوسفاطية اختلافات كبيرة من حيث الفعالية بحسب درجة القابلية ديال الدوابان خوتياتي الفلاحة حلقتنا اليوم من برنامج موعيد الفلاح سلاة خليتكم على آخر خدنا الفلاحة كنتم مع موعد الفلاح موعد الفلاح كيهده لكم القرد الفلاحي للمغرب القرد الفلاحي للمغرب